هيا يا أطفال هيا نمتيا وقم بحصتنا من سحل وتهنيج ودوما تسلينا قوبي كانت كتوة كوكو وكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا الضمو أعمو ياسي أربع دور والشاطر يوطينا الحل حكاية بها عبرة حكمة مثل معلومة وبها نور العفو أعمو ياسي تعالوا هلموا إلينا الضمو أعمو ياسي مساء الخير يا أطفال وشراكم راكم من نورين بهذه الرسومات وهذا اللباس الجميل وكامل مرحبا بكم انتما كذلك يا أطفال راكم تشوفوا فينا وحبيتوا تحضروا في حصة مع عمو ياسيد مع لكم إلى توجهوا الانترنت عبر موقعنا عمو ياسيد.com اللي تسجيل بالطريقة التالية إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل ما عليك إلا تروح الانترنت تكتب عمو ياسيد.com تضغط على زرار شارك في حصتنا تملأ الاستمارة ما تنساش رقمك الهاتفي وباليدك الإلكتروني مرحبا بيك يا أطفال لما تسجلوا في حصة مع عمو ياسيد شوية على الصبر لأن التسجيلات كثيرة وعمو ياسيد حبي يستهدفكم كامل ولكن شوية الصبر راح ينتصلوا بكم وجو تفرحوا معنا يا أطفال كما عودناكم كين أيام عالمية ودولية اللي توقفوا عندها اللي تهمنا عبركم يوم الستماي يصادف اليوم العالمي للتلوين تحبوا العلوان حبوا العلوان كين أصدقاءنا رمي يرسموا كامل شو كون يقدر يقول لي لون من العلوان ما هو ما هو لون الغراب أبيض لون الغراب أسود أسود شو كون يقول لي التراب التراب لون التراب بني بني برافو برافو على بلكم عم يازيد دلكم مفاجأة راح تسمعوها من بعد عن الألوان وكذلك في هذه الفترة كين يوم مهم هو اليوم العالمي للمتاحف أباكم يا أطفال للمتاحف مهم في حياتنا تحبوا تروحوا للمتاحف زرتوا المتاحف جميل جميل أنه الإنسان يزور المتاحف لأنه فيهم أشياء جميلة كبداية كل الحصة لحن ترحل عليكم لغز تحبون ألغاز لا لغز اليوم يقول أكون دائما مختبئا لكنني دائما مبتل من أنا أعيد اللغز دائما مختبئ ولكني دائما مبتل إذن فكروا لغاية نهاية الحسان تومى والأصدقاء اللي رمي يشاهدوا فينا عبر شاشة التلفزيون بإمكانهم الإجابة عن اللغز عبر موقعنا الانترنت عمويازيد.com بهذه الطريقة أنت كذلك جاوب وربح عن طريق الانترنت مع أجل اكتب عمويازيد.com اضغط على زورة جاوب على اللغز املأ الاستمارة ما تنساش رقبك الهاتفي بلدك الإلكتروني والجواب عن اللغز رايح تربح هدية قيمة مهدات من طرف شركة أجل 15 سنة في خدمتكم اسم الطفل الفائز في الحصة الماضية يظهر أسفل الشاشة مبروك عليك الهدية إذن فكروا في الجواب عن اللغز دائما مختبئ ولكنني دائما مبتل إذن راحين احنا كلفنا نور الهدى باش تديرنا بحث عن المرحوم عن شخصية مرموقة في ثورة التحرير وهو أحمد بن بلا تفضلي نور الهدى اليوم جيت نحكيكم على الرئيس السابق أحمد بن بلا ولد أحمد بن بلا في مغنية في غرب الجزائر في 25 من ديسمبر 1916 من عائلة مزارعين بعد مشاركته في الحرب العالمية الثانية بدأ يضيق بالحكم الاستعماري لبلاده وتمرد عليه في أبريل 1949 نظم غارة على مركز البريد الرئيسي في أهران لتمويل أنشطته الثورية ما رفع أسهمه بين الشعب الجزائري اعتقل في عام 1950 وسجن بالقرب من البليدة لكنه تمكن من الهرب بعد سنتين إلى القاهرة وبدأ في التخطيط لطورة نوفمبر 1954 ومن أهم المحطات في تاريخ كفاحي حين اختطفت الطائرة المغربية التي كانت تقله من الرباط إلى تونس في 22 أكتابر 1956 مع أربع مرافقين آخرين وهبطت في مطار جزائر العاصمة وقبض عليه مباشرة وأودع في السجن حتى انتهاء مفاوضات إبيان بعد نحو سبع سنوات تولى قيادة البلاد بعد الاستقلال عام 1962 وحتى عام 1965 وترأس بن بلا منذ عام 2009 ما يسمى بمجلس الحكماء الذي يقدم استشارات لمجلس السلم والإمن التابع للاتحاد الإفريقي بشأن منع النزاعات وحليها وكان يحظى بجاذبية كبيرة ويعد أحد رموز القومية العربية وحركة منهادة الاستعمال العالمية توفي أحمد بن بلا في يوم 11 أبريل 2012 في الجزائر عن 96 عام في منزل أسرته بمدينة الجزائر وقد أعلنت الحكومة الجزائرية الحداد في البلاد لمدة 8 أيام بسبب وفاته دفن بمربع الشهداء بمقبرة العالية بالجزائر العاصمة رحمه الله شكرا 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 نور لهدة شكرا شكرا يا أطفال مقبيلة تكلمنا عن الألوان اليوم العالمي للتلوين وش رأيكم المفجأة التي تترككم مقبيلة التي أخذتكم عليها مقبيلة هي أغنية نقول فيها الدنيا ألوان يلا كامل تغنوا معايا الدنيا ألوان الدنيا ألوان والألوان هي النور في كل مكان تبعث البهجة والسرور الدنيا ألوان والألوان هي النور في كل مكان تبعث البهجة والسرور أبيض كلون القمر أخر كأوراق الشجر أصفر كلون الموزي أحمر كلون الكرزي أبيض كلون القمر أخر كأوراق الشجر أصفر كلون الموزي أحمر كلون الكرزي الدنيا ألوان والألوان هي النور في كل مكان تبعث البهجة والسرور أسود كلون الغراب بني كلون التراب شفا كالماء أزرق كلون السماء أسود كلون الغراب بني كلون التراب شفا كالماء أزرق كلون السماء الدنيا ألوان والألوان هي النور في كل مكان تبعث البهجة والسرور برتقال كالبرتقال برسجي كالبابنجان وردي كلون الزهري رمادي كلون الفأري برسقال كالبرتقال برسجي كالبابنجان وردي كلون الزهري رمادي كلون الفأري الدنيا ألوان والألوان هي النور في كل مكان تبعث البهجة والسرور 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 اشتركوا في القناة 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 هذي قطعة الجبن وش يدير الحق عند الغراب قالوا انت ما تعرفش تغني قالوا قالوا اه قالوا وريلي تشوفينها تعرف تغني الغراب فتح فمه هكذا بش يورينه بيع في غني طحت له هذيك القطعة على الجبن طحت له فلرد اخذها واخذها التعلب وهرب بها عمو يزيد عمو يزيد استخدسوا من الحكاية انه الحرص واخذ الاحتياط واجب برافو 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 بوبي يجبنا حكم جميلة دايما اذا يا اطفال الحرص واجب شفتوا الغراب قالوا افتح فمك نشوف كده تعرف تغني هو قرال امان وافتح فمه مقراش الحرص اذا لازم الحرص واجب في الحياة يا اخي يا اطفال يا اطفال انتونك لحقنا للركن اللي نحب نسمع الحكاية تعكم شكولا عندو نكتة جميلة شي يحكي هنا تعالا 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 واسمك؟ محمد برج كيفان برج كيفان قال لك واحد نهارة واحد دراجة راح للطبيب بعد قالوا الطبيب هاك شربت لت مغارف تعدوا بعد قالوا يا دكتور انا ما عنديش لت مغارف عندي مغير فخ برافو تعالي تعالي بنتي يا روحي تعالي تعالي بنتي واسمك؟ شايمة فيدراريا تعالي بنتي واحد اسمه واحد اسمه عقلي واحد اسمه وجدخلك وجدخلك راح يقراه وعقلي راح شيري غرانطيطة ومعدا تكتكي راح يقراه قالت له شغاء وسمك قالها وجدخلك قالت له انتك عن الموديل قالها اه برافو تعالي 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 وقعدي واسمك بنتي؟ تعالي تعالي قلت له زياجة بسببها وثانا عن طريقها قلت له زياجة لماذا؟ قلت له زياجة زياجة جيدا يا أطفال لقد حقنا ذلك فعلت عن اللغز أكون دائماً مختبئاً لكنني دائماً مبتل اللسان السمك السيسال اللسان عرفته كامل إذن يا أطفال إحنا الأطفال الشاطرين قلنا واسمك وليدي محمد محمد وينسكن محمد في برج الكيفان إذن عم يزيد يهديلك هاد الكعس هاد الشوب بشرفيه الحليب والماء والعصير وكذلك سيدي أغاني عم يزيد من حق الطفولة إن شاء الله يفيدوك وتستفد بهم بصحارك وجدي العفو 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 الحقنا درك الركن عيد الميلاد عدنا اليوم عيد ميلاد نور الهودة تعالي بنتي أرواحي تعالي إذن نور الهودة عيد ميلادها إحنا رح نغنو لها عيد ميلادك أحلى عيد وأصدقائنا يروحوا يجيبونا القاتو وإحنا نغنو لها يلا عيد ميلادك عيد ميلادك أحلى عيد رب تكتب لك عمر جديد الله يبارد فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد الله يبارد فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد من التأبيدك نتمنى صحة وسعادة وهنا شرح يا ربي لميلاد سنة ونعيش أيامها أخرى شرح يا ربي لميلاد سنة وتعيش أيامها أخرى يا بانين ويا بانات يلا نطير بانونا نسأل مراح غني نفرح ونعيش أحلى الأوقات نسأل مراح غني نفرح ونعيش أحلى الأوقات هذه الحلوى لك جبناها وشمعك فيها زرعناها بسمك أنتا سيدناها ليلة حلوى يا محلاها بسمك أنتا سيدناها ليلة حلوى يا محلاها بابا وماما يدولوه وصحابه ويبركلوه مجمل هدايا يهدولوه هيا نصفق ونغليلوه مجمل هدايا يهدولوه هيا نصفق ونغليلوه سنة حلوى يا جميل سنة حلوى يا جميل برافو 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 نشعلوا لك شو معها ونديروا معها العدد التنازلي إذا نحسبوه معايا عشرة تسعة برافو 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 نول هودا عم يزيد يهديكم شهدت مشاركة في إنجاح تصوير حصة معم يزيد في هذا الضرف الجميد أنتوما يا ابنتي وانتوما كامل تسيبو شهادة تحتار فيكم كنا تخرجوا وبما أنك رسلتنا لخمس قسمات لعلب حليب رامي واخترناك باش اليوم تحتافلي بعيد ميلادك رامي مموي الحصي يهديك هذه الهدية اللي هي ينتبلت إن شاء الله تستفادي بها وانتوما كذلك يا أطفالي إلا حبيتوا تحتافلوا بعيد ميلادكم معم ويزيد مع لكم إلا تجمعوا خمس قاسمات من علب حليب رامي تبعتهم على العنوان التالي صندوق بريد 42 ألف استوالي الجزائر العاصمة على هذه الأنغام نبقى لي لنقول لكم بقوة الأخير ستنونا في الأسبوع المقبل نهار 3 على الخمسة دار عشية على قناتكم الشرق تيفين حبوكم يا أطفال كل الأيان في ارتفاع إلى اللقاء لا تحزن وحنل ودع يا أصدقاء كل الأيان في ارتفاع إلى اللقاء لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود وانتظرونا في موعد جديد مع عمه يزين لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود وانتظرونا في موعد جديد مع عمه يزين